بسم الله الرحمن الرحيم كنت بتكلم مع بعض الاصدقاء فقلنا مين اسوأ قائد او اسوأ صفة للقائد فالصفات اللي كتبت كلها صح ما فيش اي صفة اقول لا ده غلط لا كلها صح وجميل جدا فعلا دي اسوأ صفات للقائد الغرور اللي سقصر بالرأي عدم توزيع الادوار اللي كذب عدم احترام الاشخاص التسلط المحباة الجب وفي ناس تذكرت اشخاص بس نحن ما تكلمش على الاشخاص لان هو ده اللي احنا تعلمناه ان احنا بنقش فكرة بنقش اشخاص لان الاشخاص زي انه يموتوا يعني ربنا لما جاي تكلم عن الملافقين ما قالش فلان وفلان 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 لا ده ذكر في القرون كده ولا تعرف انهم بسيمهم ولا تعرف انهم في لحنة قبل هتعرفهم من كلام وتعرفهم يعني زكر لنا الصفات فهنادي نشوف اسوأ صفة للقائد احسن صفة من القائد زي ما ذكرت في فيديو قبل كده هو الصدق والامانة فعشان كده رسول الله سلام كما بتصف بيهم الحلم والاناة طيب اسوأ صفة للقائد العنيف طبعا تقول لي غلط العنيف دي بش هي دي اسوأ صفة للقائد لا انا ما هقول لك انا ليه واقول لك وجهة نظري ممكن تقتنع بيها وممكن ما تقتنعش بيها هيقول لها وجهة نظر تمام كل الكلام التاني اللي تقال كويس وزي الفل وممكن يكون احسن من كلام اللي انا بقوله بس خلينا اقول رائي في حديث اللي رسول الله سلام بيقول ان شر الرعاء الحطمة ان شر الرعاء الحطمة معناها ايه الحديث دوت اسوأ راعي هو اللي بيكسر اي حاجة او اي حاجة تتخلف او امره اه راعي مقصود بيها سواء رئيس البلد سواء مدير سواء واحد في بيته سواء اه مسؤول عن اي حاجة متطوع في حاجة ومسؤول عن حاجة هو دي اللي حاجة مسؤول عنها لو عنيف وحطمة حطمة يعني بيكسر اي حاجة تخلفه بمعنى واحد راعي الغنم ولقى ايه الغنمية الشهرة دي تروح مساكها يروح كسر رجليها يروح دبيحها فتلاقي الخلاص القطيع كله باص تمام لو في صفة تانية عنده زي مسلا هو ايه بخيل ممكن صفة تانية مسلا زي الشجاعة او ان هو مسلا بعرف يوزع الادوار تشيل دي يعني صفة تشيل صفة صفة تشيل صفة لو عن صفة وحشة وخمس صفات كويسين ممكن يبدأوا يسندوا بعض ممكن مسلا ترتيبه في كده مسلا يبقى نسبته مسلا تتين في المية اربعين في المية انما الحطمة هيبقى هيبقى سايق جدا وخليها نضرب مثال حي وبعد كده ناخد حاجات مسيرة وبعد كده نشوف بعض الامثلة كده وبعض الكلام الكويس جدا ان شاء الله اه الصفة اللي انا شايفها او شخص المتجسدة في الشخصية دي رئيس كوريا الشمالية ده يبقى يعج كده فيلاقي مسلا حد بايه بنعسان كده هو بيتكلم يروح حطه في سياروخ ومفرقه يلاقي حد مسلا كورس مكسور من المقاول يروح قطع راسه فكفاءة كلها بتطير كفاءة دي لو جتلاقي فرصة تانية برا البلد حتى لو هشغل الزبال هيتطير المهم ان هو يخلص من الرجل ده لانه ما يدمنش ان الرجل ده في اي وقت ممكن يفلسعه تمام اه والرسول عليه السلام كان رفق جدا 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 بالناس اللي معي لدرجة ان الواحد بيستغرب جدا منه وتقول ايه ده ازاي عما احنا درسين حاجات في الادارة غير كده بس لما تشوف عقبة الامر تلاقي ان رسول عليه السلام ربنا كان مبارك فيه على سبيل المثال مثلا رئيس المنافقين عمل وعمل وعمل واتهم سيد عائشة وبيجهز ووووو ومع ذلك ويقول كلام بايخ لان رجعنا للمدين لان لا يخرجان الاعز من الازهل ابنه نفسه ابن عبدالله ابن عبدالله ابن يبقى عايز يقتله ويقول للسلام ا Labour اذا لي اقتلو انا لا اقتله ازاي واحد يتقرر على رسول عليه السلام فى رسول عليه السلام يقول له لا ازن لك ولا لغيرك محاضش يقتله ويحصل موقف كتير جدا معروفة في السيرة ويصبر عليه ويموت والرسول عليه السلام يدي لابنه للعباق بتاعتي ويقول له كفن بها ابوك ويصلي عليه عمر الخطاب يبقى يقول له ما تصليش عليه ده من المنافق يقول له معلش رسول عليه السلام كان بيتأ facilitating قلوب اصحابه فأو مش عايز 02 وتحصل مشاكل فعمر الخطاب يقول له اتلو يقول له رساله السلام يقول له معاذ الله ان يتكلم الناس ان محمدان يقتل اصحابه مع ان الرجل ده مش من الصحابة ده واحد منافق بس هو عرف ان الكلام هيتنيل بطريقة غلط عالناس وتحصل مشاكل كتير فكان بيحافظ على الاتباع وكان بيحافظ على كل حاجة بحيس ان مش حاجة تحصل وتعتعجب جدا في موقف زي مثلا حاطب الاب بلتاعة اخطأ وبعت الرسالة لكوريش بيقول له من رساله السلام جاي بجيش حكمه في كل الاحكام العسكرية ان هو يتقتل حكمه في كل الاحكام العسكرية ان هو يتقتل ورساله السلام جابه وعنا المحاكمة العسكرية عملت كده ليه كفرت قال له لأ ده انا بس عشان ليه ولادي هناك وخاف يحصل حاجة وكنت عارف ان انت كده كده هتنتصر فانا قلت بس عسلتقي ان هما ما يعملوش اي حاجة بحش مع ولادي فرساله السلام عزروا وما يتلهوش وحافظ على الاتباع بطوع تعال نشوف مثلا ان عمر ابن عبدالعز تعلم الدرس فاتنين من الولاة بعتوله بيقول له ايه نرى ان الناس اللي يصلحهم الا السيف احسن حاجة بقى ايه اللي يغلط نقتله على طول فسألنا عمر ابن عبدالعزيز كتب لهم خبيسين من الخبس ورديئين من الررق ديئ اتعرضان ليه بدماء المسلمين انتو بتسلطون ان انا مقعدة موت وقتل انتو فاكرين الحاجة من يوسف الثقافي والله اللي يدموكما اهون علي من دماء المسلمين وعين امير على الموصل فهو الامير شافل كسرة السرقة فقال له هل اخذهم بالظنة واضربهم على التهمة يعني اي حد اشك فيه اقتل ودبح ومسلا ادخل الناس اللي شغالين معايا اللي اشك فيه اروح اقتله اما اخذهم بالبينة وما جرت عليه السنة ولا انتبعي السنة لتعطي الاسلام فسيدنا عمر ابن عبدالعزيز قال له اخذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة احنا نعمل زي ما رصوها السلام عمل حتى لو ايه فإن لم يصلحهم الحق فلأ أصلحهم الله يعني لو الحق ده مش أصلحهم انا مش أستعمل بالباطل انا مش وسيلة اللي هي ان انا اعمل دولة اسلامية بان انا استخدم الباطل او ان انا اجزي فالولي بيقولك أنا ما خرجتش من الموصل إلا لما كانت أصلح بلد وقال له سرقة سيدنا عمر عبد العزيز تولى سنتين وخمسة وشهر وكم يوم صلح البلد وعمل نهضة والحاجات دي كلها فهي أهم سفة السفة اللي احنا قلنا عليها الرفق وعدم والنوايب تعد عن الحطمة والتحطيم يعني لو قلنا مثلا مثلا كمدير إلا مثلا واحد بيغلط غلطة فيروح رفده إلا واحد مثلا بيعمل سرش على الانكت انه بيدار على شغلنا يروح مديره خصم أسبوع إلا واحد مثلا بيعمل الدكتوراه هو معهش الدكتوراه فيروح أقل لك إيه ده الفلان ده يصر كل يوم وما راحش بيته خالص ويجي لنا جمعة وسبت لاقي واحد كده إيه فده هيكرر الناس فيه وحاولكم الناس يتبعد عنها يحضروني حديث في الصحي مسلم يمكننا نذكر الصحي مسلم شوية عن صحي البخاري لأن أبويا كان نشترى صحي مسلم ومشترى صحي مسلم ومشترى صحي البخاري كان تفرق بينه مش عارف عشرة جنيه فالمهم يعني فأتلاقي أكثر استدلاتي بصحي مسلم في واحد اسمه عبد الرحمن من الشباسة فبيقول أنا رحت لصدع عايشة بسأل عن شيء فقالت له انتبنين قال لها أنا رجل من أهل مصر فبتقول كيف كان الصحيبكم اللي هو الأمير ساعتها الآن ساعتها كان قتل الأخوها اللي هو محمد بن أبي بقر فقال إما أنا قامنا منه شيء إن كان اللي يموت الرجل منه بعير يعني لو واحد مات منه بعير يدينه بعير بداله والعبد يموت يقول خد عبد بداله واللي محتاج فلوس يديهي له تمام فقالت له أما انه لا يمنعني مش يمنعني ان هو قتل الأخوي يا محمد بن أبي بقر انه نخبرك ده الرسول عليه السلام قال ليه الرسول السلام قال في بيتي هذا اللهم من وليا من أمر أمتي شيئا فشك عليهم فاشك عليهم ومن وليا من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق بهم الحديث ده كفاية حديث ده كفاية ان انت لو مدير او رئيس او وزير او غفير او او اي حاجة ده انت لو شكت على الناس اللي تحتيك ربنا هشك عليك لو انت رفقت بجسل تحتك ربنا هيرفق بيك اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا اي شيء خلافة سلطة قضاء امارة اي حاجة فشك عليهم بدأ يتعبهم وبدأ يقرفهم في عشيتهم وبدأ مثلا نشوف كل واحد عايز يعمل عكسها وبدأ يفصل وبدأ يسجن وبدأ يعمل مشاكل ومسلا واحد يكون عايز ينزل اجازة ما ينزلهوش ويحط الرجل على الرجل كده وتمنظر عليهم ربنا نشك عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اعملهم باللين والاحسان والشرفقة فارفق به تمام فده من دعاء الرسالة السلام لما انتولى اي امر من أور المسلمين الخاصة والعامة والرسالة السلام نخطب حديث للرسالة السلام بيقول الأكبركم بخير امرائكم وشرهم خيرهم الذين تحبونهم ويحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم فيدعون لكم وشرار امرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعون لكم ربنا يعني يرزقنا الأمراء اللي هم نحبهم ويحبونا وندعو لهم وهم يدعو لنا ويعني يبقى حاكم كل بلد كده الناس كلها بتحبوا وهم يحبهم ويدعو لهم من قلبهم وهو يدعو لهم وربنا يعني ان شاء الله ينفع وان شاء الله يعني نتمنى النماذج المشرفة اللي احنا بلاها في الغرب تبقى موجودة في بلدنا الاسلامية ان شاء الله السلام عليكم